اشتركوا في القناة ما طلعش من واحد زيك من كابتن كبير زيك مش عارف طول النهار والليل الفترة اللي فاتت مجد عبد الغني كان بيهاجم إدارة نادي الأهلي وبيهاجم بالأخص محمود الخطيب بشكل كبير جدا وبشكل مكسف وواضح قوي النهاردة بنشوفه في فيديو يعني ضد اللي كان بيقوله خالص عكس اللي كان بيقوله في الفترات الأخيرة مجد عبد الغني النهاردة طلع يعني داخل وبتشد على فرض الأمن وبترمي الحاجز المحطوط الحاجز الحديدي اللي هو حطوه وبتزعى لفرض الأمن بشكل يعني شكل موسيق جدا 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 ازاي حضرتك تزعى لواحد زي دوت وهو زنبه ايه واحد بينفذ التعليمات وانت داخل الاستاذ دب ليه بتزعى بتشخد فيه وبتنطر فيه بالشكل دوت انت حضرتك يعني أسطورة المفروض انت مدعو من ضمن أساطير كرة القدم المصرية اللي لم يدعو لها لم يتم دعوة تقديم الدعوة لكابتن محمود الخطيب ولا كابتن حسن شحات اللي كلنا عارفين ليه ما تقدمش الدعوة دي للخطيب وحسن شحاته علشان خاطر رئيس نادي الزمالك رئيس نادي الزمالك مش هتقدمه لانه هو مش اسطورة من نعيبش كل القدم فمش هتقدم له فحضرتك مردتش تقدم للخطيب عشان الخطيب هو رئيس نادي الاهلي او صفة رئيس نادي الاهلي وعشان حسن شحاته فيه خلافات معاه مع مرتضى منصور فمردتش تقدم له دعوة بسبب الموضوع ده اي مبررات تطلع تاني وتتكلم في الموضوع ده مش مقبولة لانه هو واضحة جدا عدم تقديم الدعوة للخطيب وحسن شحاته سببها عدم الزعل او ارضاء مرتضى منصور ان انا مش عايز مرتضى منصور يتكلم معايا واتحاد الكرة انت ايه الخوف والجبن اللي انتو في ده صراحة حاجة كانت مهزلة مهزلة وكويس ان الخطيب يعني مراحشه وكابتن حسن شحاتا نزي اساطير ونزي اسماء كبيرة جدا ولكن لما تشوف واحد زي مجد عبد الغني يعني داخل الاستاد ويتخانق مع فرد امن هو بينفي السعليمات هو منوش دعوه بحاجة منوش دعوه حضرتك مين المفروض بقى بدلا ان انت تتهجم عليه وتوقع الحاجز عليه كده وترهبه والرجل يعني مشكورا كان مؤدب ومهزب ومرديش يرد بدلا ما انت كده ما تكلم ما تكلم مسئولينه ما تكلم المسئولين عشان يدخلوك الاستاد وما انت حضرتك جاي مش جاي بدعوة وجاي بصفتك ايه فمتقدم الصفة اللي انت داخل بها الاستاد لكن ما تروحش الراجل بيشوف واجبه بيشوف شغله بيقدم عمله وتروح تتهكم عليه بشكل بشع بالطريقة دي بشكل وحش جدا وشكل مايرديش ولا يردي اي حد الراجل يعني بيقد شغله بيقد وظيفته وانت تهينه كده بني ادم برضو في الاول في الاخر فحضرتك اللي انت عملته ده خطأ كبير جدا ولازم ان يطلع اعتذر عليه ولازم ان اتحاد الكرة يطلع اعتذر عليه لان اتحاد الكرة هو اللي داعي مجد عبدالغاني